نشوف بايندينج وفي الدرج لبلازما بروتين يعني انا عندي الأدوية بتمسك في حاجة اسمها البلازما بروتين الدواء بيبقى داخل الخليجة مسك في حاجة اسمها بلازما بروتين ايه هي اشهر بلازما بروتين الالبيومن يوجد بلازما بروتين اشهر الحاجة او اشهر بروتين داخل الليل واحدة او اريك شيء المفروض يا شباب ده البلازما بروتينها البلازما بروتين ده بيمسك فيها مين بيمسك فيها الدواء بيمسك فيها ايه؟ الدواء الدواء طول ماهو ماسك في البلازمة بروتين بيشتغل كحاجه اسمه ري سفوار طب يعني ايه ري سفوار يعني مغزن طيب هذا المغزن كل شوية بيتكسر منه جزء والجزء ده اللي هو المغزن الدواء جزء اللي بيتكسر ده بيتحول لحاجه اسمه فريد راج بيتحول لحاجه اسمه ايه الفريد راج عارف مين اللي بيدي الافكت من اللي بيدي التأثير العلاجي قالك الفريد راج هو اللي بيدي الافكت طيب يعني ايه بقى يا دكتور الكلام ده يعني انه عند الدواء الدواء بيدخل الخليس بيمسك في حاجه اسمه بلازمى بروتين مفروض أن الجزء اللي ماسك في البلازمة بروتين يتكسر منه حتى 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 الحدث اللي بتتكسر دي اسمها ايه الفريد رج من اللي بيدي الافكت الفريد رج تمام طيب طب يا دكتور الفريد رج ديت بمرور الوقت هتخلص امن بمرور الوقت بتخلص وبمرور الوقت برضه المخزن بتاعي عمال بيكسر وبيطلح فريد رج علشان تدي الافكت فاهمين فارما يا جدعان فاهمين فارما يا جدعان يبقى انا عندي دلوقتي الدواء بيمسك فيه البلازما بروتين مفروض الجزء اللي ماسك في البلازما بروتين ده بيشتغل كايه ريسفوار يعني مغزن تمام مغزن ليه ليه الفريد رج كل ما الفريد رج يبتدي ايه اللي شوية يتكسر من مغزن ويطلح يطلع الفريد رج الفريد رج هو اللي يدي ايه هو اللي يدي الافكت تمام كده هيخلنا طيب لما اجي اقول لك عندي دواء زي الورفرين والورفرين مثال مكتوب عندنا فيه شرح اللي هو البييندينج اوف دراج للبلازما بروتين ارتباط الادوية بالبلازما بروتين عندنا مثال شهير جدا الورفرين ويقول لنا ان الورفرين ده هو البلازما بروتين بايندينج بتاعته بتكون تسعة وتسعين في المائة لو انا جيت ممتحن السلام باقي كده لو فيه امتحان شوفها ويقول انت طالب قدام مني ويقول لك قول لي بلازما بروتين بايندينج اوف الورفرين از ناين تي ناين بلازما بروتين بايندينج يعني البلازما بروتين بايندينج اللي الورفرين ده هو بتساوي تسعة وتسعين في المائة ايه معنى الكلمة دي هتقول لي معناها ان انا عندي تسعة وتسعين في المائة من الورفرين بيكونوا مسكين في البلازما بروتين يبقى معناها ايه تاني كده لما اقول لك البلازما بروتين بايندينج اوف الورفرين تسعة وتسعين في المائة هتقول لي معناها ان في تسعة وتسعين في المائة مسك في البلازما بروتين يتفضل لـ 1% الـ 1% ده بيقول عليه إيه؟ ده الـ Free Bird طب من اللي بدي الـ Effect الـ 99% اللي مسكن في البروتينات ولا الـ 1% الـ Free؟ هقول له طبعا الـ 1% الـ Free هو اللي بدي الـ Pharmacological Effect تمام كده يا شباب؟ طيب لو الـ 1% ده زادت بقيت الـ 2% بقيت الـ 3% وإيه اللي هزودها يا دكتور؟ إيه اللي هزودها؟ لأ ما أنا هفهمك بقى حبيبي دلوقتي وليكن مثلا الترجد رسمه ده الـ Warfa بيقول لك لو أنت جبت أسبرين الأسبرين ده بيقول لك قوي شوية بعضلات كده بيقول لك أن الأسبرين ده هو يروح يضرب الـ Warfa يروح يضربه يروح يضرب مين الـ Warfa ليه يروح يضرب الـ Warfa بيقول لك عشان قوته أنه يمسك في البلازمة بروتين أقوى إذن الأسبرين ده عارف عامل زي إيه؟ عامل زي واحد قاعد في القطر قاعد على الكرسي بتاعه تمام؟ فجاء له واحد أقوى منه شجاع اللي أقوى منه ده عامل إيه؟ قومه من على الكرسي وقاعد مكانه الأسبرين بيعمل نفس الحكاية الأسبرين دلوقتي بيروح يلاقي الـ Warfa قاعد على الكرسي يعني الـ Warfa ماسك في البلازمة بروتين الأسبرين أقوى هيدله بالألم ويقاومه من على الكرسي الأسبرين هيخلي الـ Warfa يسيب البلازمة بروتين ومن اللي يروح يمسك؟ الأسبرين هو اللي يروح يمسك في البلازمة بروتين طيب لما بتحصل الحكاية دية معناها أن الـ Warfa اللي كان ماسك هيتحول كله لإيه؟ عمال بيتحول كله لـ Free طيب لما بيتحول كله لـ Free نسبة الـ Free بتزيد وأنا عارف أن نسبة الـ Free دية هي اللي بتدي الأفكت إذن لما النسبة دية كانت واحد في المئة بقت 10% يبقى اللي بيدي الأفكت دلوقتي إيه؟ نسبة عالية قوي النسبة عالية قوي النسبة العالية من الأفكت معناها Toxicity يبقى لو النسبة دية زادت النسبة الـ Free لو زادت تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى Toxicity تسمم يبقى تانا يا شباب حتة الـ Warfarin والـ Aspirin الـ Warfarin كان ماسك في البلازمة بروتين كأن شخص ضعيف قاعد في القطر قاعد على الكرسي بتاعه يجي الـ Aspirin ده شخص قوي بعضلات الـ Aspirin يضرب الـ Warfarin ويقاومه من على الكرسي يقاومه من على البلازمة بروتين والـ Aspirin يمسك مكانه كده الـ Warfarin بدأ يتحول إلى إيه؟ يتحول إلى Free برد أو الـ Free drug طب كده الـ Free drug يزيد بقولك النسبة بتاعته بتزيد يعني الـ 1% بتاعته الـ Warfarin ده تزيد ممكن يتبع 10% لو زادت كل ما يزيد الأفكت لو الأفكت زادت قوي بيدينا حاجة اسمها إيه؟ Toxicity بوصل إلى التسمم تمام كده أولاد؟ طيب تعالى نشوف حاجة اسمها Heibo Heibo يعني نقص Heibo يعني نقص Albumin نقص الألبيومين وميا دي يعني في الدم يبقى Heibo Albuminemia يعني نقص الألبيومين في الدم إيه اللي بيحصل أثناء نقص الألبيومين في الدم؟ أنا عندي الألبيومين؟ وأنا عارف والله يا شباب أنا عارف والله ومذاكر قبل كده أن الألبيومين ده هو اللي بيمسك في من في الدرج؟ يبقى الألبيومين هو اللي كان بيمسك في الدم صح؟ طيب لو الألبيومين ده شباب أل بدل ما كان عندي مثلا ولي يكن 100 جزء بقى 50 جزء يبقى طبيعي الدرج اللي كان بيمسك فيه لما قال الألبيومين يقل يبقى الدرج اللي بيمسك فيه هيقل يبقى الدول اللي كان بيمسك في ألبيومين بيقل طب في المقابل من اللي بيزيد الدول أنه هو بقى الفريد صح؟ يبقى الفريد دلوقتي هو اللي بدأ يزيد لأنه مش لاقي ألبيومين يمسكه فبدأ الدول معظمه يتحول إلى إيه؟ الفريد إذا دلوقتي في حالة نقص الألبيومين الدول اللي بيمسك في الألبيومين بيقل بيقل لأن الألبيومين بيقل فاللي بيمسك فيه بيقل في المقابل من اللي بيزيد الدول اللي بتحول إلى إيه؟ إذا دلوقتي الفريبرت بيزيد طب ولما الفريبرت بيزيد الفريبرت هو الجزء اللي بيدي افكت ولما بيزيد الافكت بيزيد حاجة اسمها ايه التوكسيستي تمام كده يا شباب يبقى في حالة الهايبوالبيومين اميا تمام هتقولي ان انا عندي الفريبرت هو اللي بيزيد وبيزيد لدرجة انه بيدي توكسيستي بيزيد لدرجة انه بيدي ايه توكسيستي تسمى في اي حاجة صعبة يا شباب اي حاجة صعبة حبيب ايه طبعا انا بشرح بصورة لان الكلام ده كل احنا شرحينه على الصبور احنا بنراجع بايندينج اوف الدرج الى البلازما بروتين فاكر لما كنت بقولك ان الادوية المفروض ان الدرج بيمسك في حاجة اسمها بلازمة بروتين وكان عادة كده اشهر واحد فيهم من القلب ومن صح وقدت بقولك ان الدواء اللي ماسك ده اهو ده مش بيدي افكت انما ده بيشتغل كحاجة اسمها ريسفور مغزن انما اللي كان بيدي الافكت اللي كان بيتكسر كطع صغيرة كده وكنا بنسميها ايه كنا بنسميها الفريبرت تمام كده طيب بيقولك الكلينيكال صينيفيكنس بقولك الفارماكولوجيكال افكت وفي الدرج يعني مين اللي هيدي الافكت العلاجي مين اللي هيدي التأثير العلاجي للدواء يلا اسأل نفسك كده قبل مشرح هيبقى مين من اللي بيدي التأثير الجزء الريسفور ولا الفريه طبعا الفريه برطه هو اللي بيدي التأثير العلاجي طيب وانما الباوند برض الباوند يعني ماسك اللي هو بيمسك في الدواء يعني اللي ماسك في الدواء اللي ماسك في الدواء ده بيشتغل كايه قال لي ده بيشتغل كريسفور يعني مغزن ده بيشتغل كريسفور يعني مغزن طيب فوروم هويتش زد راج اس سلولي ريليزد قصده من المغزن ده هو الفير بارت بيفضل ايه نجيب منه سنة سنة سلولي ريليزد يعني ببطء بنحرر منه سنة سنة جزء جزء بايند اف الدرج للبلازمة بروتين برولونج زير افكت يعني طول ما ما الدواء ماسك في البلازمة بروتين يا شباب يعني مش بيتكسر تمام يبقى برولونج الافكت بتاعه يعني برولونج الافكت بتاعه يعني برولونج الافكت يعني الدواء ده مثلا لو كان هيقعد يوم لا هو لما كل ما هو ماسك ويمسك اكتر ده يقعد مثلا يومين مثلا تمام يبقى طول ما الدواء ماسك في البلازمة بروتين اللي بيحصل برولونج الافكت يعني بيعود فترة اكتر قد مره درج درج هاي بلازما بروتين بايندين茽 يعني ايه هاي بلازم بايندين Care B、B يعني انا عند الدواء لديه حتة اجزاء في ري وفي جزء somos درج ول�� جزء start stick درج حتى درج درج ساعدتك في 경우 بلازما بروتيوم طيب زي مثلا الورفرن بنقول ان الورفرن 99% يعني ايه بقى 99% للورفرن يعني الورفرن ده يا شباب انا عندي الالبيومين او البلازما بروتين عموما وده مثلا الورفرن ده الورفرن اللي هو ايه الريسوفور صح بقولك الريسوفور ده هو بيبقى في 99% والفريجوس صغير جدا 1% بقولك زي فري بارت اجزرت الفرماكولوجيكال افكت يعني الفري بارت الواحد في المية ده هو هو اللي بيدي ايه يا شباب هو اللي بيدي الفرماكولوجيكال افكت هو ده اللي شغال اي سمول ديسبلسمنت لو حصل اي ديسبلسمنت ديسبلسمنت ازاي يعني جيه ده وفاكر لما جيت قلت لك الاسبرين اقوى من الاقوى من الورفرن فالاسبرين ده هو اللي يجي يمسكها في الالبيومن ولما كان يمسكها في الالبيومن كان يخلي الورفرن ايه يخلي الورفرن يتحول بقى لفري صح لما قلت لك المثال بتاع القطر ان في شخص قوي جه ضرب اللي كان قاعد واقعد مطرحه اهو الاسبرين دي يجي يضرب الورفرن وايه ويقعد مطرحه والورفرن يتحول لفري تمام بقول لك اني سمول ديسبلسمنت قفل باوند بارت الجزء اللي هو كان ماسك ده بتاع الورفرن باي انظر درج بدوى تاني قاعد مطرحه اجزامبل فور انظر واحد في المية ديسبلسد يعني واحد في المية كمان يتحول لفري بقى لو تحوله لاتنين في المية بدل واحد في المية بقول لك لو تحول واحد في المية كمان ليد تو دراميتك توكسيستي هيؤدي الى سمية ومش اي سمية سمية قاطلة دراميتك توكسيستي تمام لان ايه اللي حصل لانا اللي حصل ان انا اتضبل الامونت اوف الفري بارت في البلازما ده الامونت اللي كان الفري كان واحد في المية وانت طلعت له واحد في المية كمان فبقى ايه اتنين في المية فدلوقتي الواحد في المية كان بيدي طب اللي اتنين في المية هيعمل ايه لأ ده اللي اتنين في المية ده هيعمل تكسيستي تسمم تمام كده يا شباب طيب تعال كده هنشوف الالبيومين وبتيجي في الامس كيو سؤال رأس السؤال بيقولك مين المست امبورتانت بلازما بروتين فور البايندين اهم بروتين بيمسك في الادوية هقول له مين الالبيومين يبقى اهم بروتين بيمسك في الادوية الالبيومين بيقول لي البايندينج اف الدرج لبلازما البيومين يعني ايه ارتباط الدرج الادوية بالبلازما البيومين بالالبيومين ازج جواري ده نسبة السفك مش حاجة خاصة او متخصصة معناها ايه معناها اني مين درج العديد من الادوية ماي انتر اكت تتفاعل وزا سيم بايندينج سايت كوسينج ديسبلسمنت يعني انا كان عندي والله وليكن ده الالبيومين والالبيومين ده كان ماسك في الورفرين بيقول لك والله انه ممكن ان يجي دوا تاني زي الاسبرين الاسبرين ده هيعمل ايه الاسبرين ده بتيجي حتة منه كدقو تكسر حتة من الورفرين وتقعد هي تمسك هي في الالبيومين مكانه تمام يبقى انا دلوقتي بيقول لي اني ميند راجز انتر اكت مع زاسين بايندينج سايت كوزنج ديسبلسمنت يعني الاسبرين هيجي يمسك هوه كمان في الالبيومين ويعمل ايه في الورفرين يخلي الورفرين ده هو يتحول من جزء ماسك الى جزء ايه الى جزء فري طيب في حالة الهايبو البيومين اميا في حالة الهايبو البيومين اميا يعني هيبو هيبو يعني نقص والبيومين يعني البيومين والاميا يعني في الدم فهيبو البيومين اكتب عليها نقص الالبيومين نقص الالبيومين فيه يا شباب نقص الالبيومين فيه الدم بقولك لو الالبيومين ده نقص يا شباب اكد الجزء المرتبط بينقص في المقابل من اللي بيزيد الفريبارد يبقى الهايبو البيومين امية ده هيؤدي الى زيادة مين انكريز مين زيادة الفريبارد الفريبارد هو اللي بيزيد والفريبارد لما بيزيد ما هو اللي بيدي افكت طب لما يزيد هيدي توكسيستي يعني هيعمل بروبلمز يعني مشاكل سيريوس بروبلمز يعني مشاكل خطيرة